لعب مبارتين مع المنتخب الوطني لكنه مبدأش كرة القادم لأسبوع الماضي لم يبدأ كرة القادم لأسبوع الماضي نحن هناъنا نحكيو على المنتخب الوطني نحكيو على مستوى العام للحارس أيضا نعم لا أنا نحكيو على منتخب وطني ما نخصوش لقد نروحillyو اليوم أنا مصادر відدخول المنتخب الوطني فلوسForment انجتر بيمليح واين يدغ قالولي في التدريبات حتى اللاعبين المحترفين الذين ما يعرفون کندوز ولم يسبق لهم مثلا التدرب معه فوجئوا بمستواه الكبير يعني مكانته الأساسية أخذها في تدريبات المنتخب الوطني في تدريبات المنتخب الوطني وش حبيت أنه وصل لك واحد الفكرة ونرد لك الخط منذ ريالة ما بدأ مع المنتخب الوطني في سينيغال ماش طوب سينيغال ماش دو صافي مباراة حياتي وقدم مباراة كبيرة كما قلت لك قبل قليل مزنبيق مزنبيق مباراة كبيرة لكن بعدها بس دو فورم كشوت في النيفو ديالوش في الأهدف التي كان يتلقىها لذلك لما تكون الشيء الأساسي في أي نادي ومنتخب هي سينيغال منافسة عادلة بين اللعبين والأفضل يلعب لكن بالنسبة لي أعتقد أنه غندوز هو من سيستمع في حراس المرات بالنسبة للأكساس لا ماندريا سيعود لحراس المرات لا بس كما كان أسباب اندباطية ولا باش استبعد هذا القاردية من المنتخب الوطني كانت عنده أسباب عائلية كانت عنده البنت تعود يصاري في كرة القدم تصرها دي في أي بلد وفي مع أي لعب نظن باللي في كرة القدم أنا وش نعرف كين حارس رقم واحد ورقم تنين اليوم هاد الحارس كان عنده أسباب باش مالعبش وما جاش للتاربوس بس كو كان كان في التاربوس أنا مشكيتش غندوز يكون أساسي بس كو سي نورمال وأنا الحاجة اللي راني فرحان بها هي اللي كسبنا حارس هذا هو الشيء المهم تكون معداد تقول لي حارس رقم واحد واثنين مهم فيها كرة القدم هذا منتخب أنا منتخب جبت منظرية حارس اللي راه يبرز في الأوين الأخيرة في اللقاء الأخيرة مع المنتخب وزدنا كسبنا حارس جامعي شفناه في المنتخب الوطني شفناه في شباب الوزداد كان كما نقوله خمسين بالمئة في الفارق أفل في المحل لتالفك بشهد أنا هذا شيء إيجابي للمنتخب الوطني والمجموعة ككلها أمين أنا أغير كان عندي نفس المعلومات لديك تام محمد أنه الناخب الوطني سواء الناخب الوطني أو زملاء الحارس قندوز كانوا معجبين جدا بإمكانياته اليوم أكد وحتى في المباراة السابقة ولو أنه تلقى هدف بطريقة يعني كان يسال فيها هو شوية يعني ترغم أنه الخطأ ما بدأش من عنده بدأ من عند زرقان بدين طريقة تعامل توقاي مع المهاجم طوغولي ما كانش في المستوى بعدها خروجه أيضا ما كانش بالطريقة اللازمة ولكن يبقى هو أقل الأطراف ثلاث مساهمات في هذا الهدف اليوم قدم مباراة كبيرة كان واحد من أحسن اللاعبين فوق أرضية الميدان ولو أنه ارتكب هفوة في الخروج قلنا أنه توقيت تاوي الطايمينك تاوي لم يكن في مستوى الدقة المطلوب في هكذا مواقف حسب رأيي وحسب المعلومات الواردة من تربص المنتخب الوطني أعتقد أنه بيتكوفيتش يتوجه إلى الحفاظ على جندوسكا حارس أساسي أول للمنتخب الوطني ويراه خليفة وهاب مبولحي تدخل سريع ميدو نانا بالنسبة لي القائمة اللي التي استدعت من الحراسة المرمى هم الأفضل لأنه في البطولة الوطنية بنبوط نميرو 1 زاكي بوحلفايا نميرو 2 سينطريبون غارديان زاكي اللي يتبع شمبيون شوف ليماشتع سياسي نعم لطو داري لو يديرهم في البطولة وقندوس اليوم أثبت لذلك ملاح الاستقرار شوية في منصب حساس جدا لأنه منصب حراس المرمى لما يكون عندك حارس يمثل 50% كما قالك على جندوس لما كان شباب الوزداد يمثل 50% من الفارق حتى اللعبين أو مدافعهم حتى المدافعين لما يلعبوا مع حارس يعطيهم الضامن يلعبوا آلاز آمين مش كما تلعب مع حارس ماكش دير فيه تخاف ويتخاف تغلط ويتخاف تغلط لتما لي تغلط لذلك الحارس اللي يعطي الضامن لصحابه هو الأفضل لأنه يكون حاس أساسي إذا كنت مخطئاً صحح لياميدو بيتكوفيتش هو أول مدرب في تاريخ الجزائر يحقق ثلث انتصارات متتالية خارج ديار أول مدرب في تاريخ الجزائر يحقق ثلث انتصارات في أول ثلث مباريات خارج الديار لم يفعلها أي مدرب جزائري من قبل بيتكوفيتش الآن كسب المجموعة كسب النقاط كسب أول هدف وهو تحقيق ورقة تأهل إلى كأس أمم إفريقيا قاسي ساعد كما قلنا يسير بخطة ثابتة نحو بناء منتخب كبير رغم وجود بعض النقائص التي سنتحدث عنها في هذا البرنامج لكن أريد أن أعود معك الآن إلى المباراة اليوم الفوز لم يكن سهلاً على الإطلاق شهدنا المنتخب الطغولي يهاجم المنتخب الجزائري يصل إلى المرمى يهدده في أحيان كثيرة كنا قادرين على تلقي هدف تعادل كما كنا قادرين على تسجيل هدف ثاني هدية كرة القدم ولكن مباراة اليوم كانت معقدة قاسي ساعد أليس كذلك باش ما نقولش مباراة حيات أو موت للمنتخب الطوغو نقول مباراة مصيرية نعم عارفين أي نتيجة مع هذا الفوز نعم رح تقصيهم من تصفيات هدوما ولهذا الموقع القوة ديالهم وكل تقل في هذا المقابلة باش يفوزوا على الأقل إذا فازوا كانوا يتحقوا بالمرتبة النقطة الخامسة لتعطيهم أمل باش يتأهلوا ولكن الهزيمة اللي سقطتهم كتير ولهذا المنتخب الوطني ديالنا عرف كيفاش سير المقابلة يعني ولا مراش منها في خطورة معادة بعض الهفوات في وسط الدفاع اللي تخلمنا عليها في محفور الدفاع ولكن المنتخب الوطني ديالنا سير المقابلة كما يحد فصوصا أنه لعب على أرضية ميدان سي جدا وثانيا كانوا تدخلات قوية وعنيفة متعمدة من طرف لعبين المتحق طغولي شفنا شوط ثاني شوط ثاني محمد من صوتي شوط الأول وشوط ثاني شفت ضغط رهيب بتاع المنتخب الطغولي يعني استعملوا اليقى البدنية والخشونة على اللعبتانا ولكن اللعبتانا صندوا ولهذا نقول بالفوز هذا يعني يعطينا أمل باش نشوف المنتخب آخر في المستقبل أمين ثم المباريات خلينا نتكلم بلغة الإحصائيات ثم المباريات سجلنا فيهم عشرين هدف ربعطاشن هدف كانوا كلهم في الأشواط الثانية دليل على يقضت وحنكت وخبرة بيتكوفيتش في الأشواط الثانية يقرأ جيدا المباريات في الأشواط الأولى فيغير من نمط اللاعب ويدخل كثير من التعديلات في الأشواط الثانية فيسجل كثير من الأهدف لكن لأول مرة منذ قدومه لا يسجل في الأشواط الثانية لا يسجل في الأشواط الثانية ضيعنا أهدف في الأشواط الثانية وضيعوها اللاعبين لماذا؟ قلنا اليوم الفعالية ما كانتش كاي أنه بونجاح كانت لقطة هدف أي لاعب بيستثناء بونجاح داخل منطقة العملية فيما كان وفي تلك اللقطة كان سيضع الكورة بكل سهولة في شيء قويري قويري كان رائع في المباراة لا 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 اللقطة اللي يضيع فيها الهدف ضيع ضيع هدف كان رائع مليح قويري قويري أمين سمح لي فضل لما تشوف هي اللقطة متعودت لكن لما تشوف لفاصو كيفاش ضرب الكورة كان حبيا سيريها في بلافو تعليبي لكن لما أتحد لما جاي سدد طلعت له شوية شوية أشوف سيرورة الكورة كان تغيلة جدا لأنه العشم سيء جدا غير منتظم والحاجة الأكثر أنه كان طالع فوق اللوزون العشم بتاع أرضية الميدان لذلك هذا الأمر اللاعبين كانوا تدربوا على أرضية الميدان قبل المباراة يعني عارفوا لأرضية الميدان سيئة أنا أكد أنه المدرب هو الذي أمر اللاعبين بتسيير المباراة بأقل مجهود ممكن الحمد لله أننا خارجنا بدون إصابات باستثناء الإصابة الطافيفة لعمورة لم تكن إصابة بالغة نتمنى له الشفاء خرجنا بدون إصابات خرجنا بدون تلقي أي هدف سجلنا هدف فزنا بالمباراة خرجنا بالنقطة 12 من الجولة الرابعة أربع مباراة أربع انتصارات 12 نقطة حلامة كاملة هذا أمر رائع يحسب لللاعبين ويحسب للناخب الوطني رغم النقائس الكثيرة التي قلنا أنه يتعين على الناخب الوطني أن يغيرها ويحسنها شيء آخر لما تكلم ميدو على أو قاس السعيد على راين أيتنوري أنا ما أثار استغرابي في هذا اللعب أنا لما أشت مستوى حجام في غيابه في المباراة السابقة كنت متأكد أنه رح نشوف ردة فعل إيجابية من أيتنوري رح يطور نفسه ويكون محارب أكثر فوق قرضية الميدان حتى يضمن مكانه الأساسي وحتى يؤكد الجميع أنه أحسن من حجام المشكل أنه لازال يلعب بتلك تشعر كأنه يلعب بلا مبالات مع المنتخب يلعب وكأنه يلعب بطولة بين الأحياء وهذا أمر مرفوض في سنفة الوطني الجزائري رغم أنه رغم أنه لاعب موهوب جدا ولاعب رائع أنا مازال مشت من عنده ولا شيء مع المنتخب الوطني الجزائري مما أراه دائما أسبوعيا مع ناديه شيخ محمد أيتنوري أمين در حاجة ماشي ملي حاجة إن دار أتلقى إن داروا ما رح يسمع أيتنوري لما تشوف سمحوا لي دخل أيتنوري في المنزل